يسعد وقتكم معاكم فاتن وصفتي بفيديو اليوم حتكون كناف الخشنة بالجبنة اليوم رح نعمل الجبنة ورح اقولكم سر كتير حلو لحتى تطلع معاكم الجبنة كتير طرية وما تجلد معاكم وما تقسى حتى بعد ما تبرد كتير رح تطلع طيبة وانا متأكد كتير رح تحبوا هاي الوصفة اذا انت قوى مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله يلا مع بعض لنبدأ بالوصفة خطوة بخطوة رح نبدأ بتحضير الجبنة هلا احنا دائما كل ما نستخدم اي نوع عجبان سواء الجبن الحلوم او الجبن العكاوي المنقوع الحلو حتى لو مش متواجد عنا الجبن العكاوي ممكن نستخدم الفرش مازوريلا لكن هناك سبب انه دائما الجبنة مجرد ما تبرد بتجلد معاي وبتقسى وبتبطل بتصير معاي كتير اسية مو طيبة في خلطة اليوم او وصفة اليوم رح اعملكم اعلمكم اترك صغير لحطى تضل معاكم الجبنة كريمية سلسة وكتير حلوة حتى لو بقت معاكم يومين بطل الثلاجة رح استخدم اليوم الجبن الحلو هاد جبن محلى جاهز هو جبن عكاوي منقوع وحلو رح استخدم واحد كوب من الكريمة ممكن تستبدلوه بحليب سائل او ممكن حليب نصف كريمة ونصف حليب او حليب هافر نهافر انا استخدمت واحد كوب من الكريمة السائلة عليهم معلقتين كبار من النشا دوبتهم بشوية من الحليب البارد هلا رح احط الكريمة على النار لحتى تبلش تسخن معاي رح اقطع الجبنة بهاي الطريقة متل ما انتم لاحظين طبعا الجبنة اذا انتم عاملين جبن عكاوي وبدكم تحلوه رح تنقعوه مدة ليلة كاملة وتكبوه عنه المي اكتر من مرة لحتى تصير عندك الجبنة حلوه وتتأكدوا انه تخلصنا من كل المي الموجودة فيه يعني تنشفوها بكتير كويس انا عندي هون الجبنة صارت جاهزة وكمان ممكن بهاي الوصفة تستخدموا الفريش مزوريلا هلا هون بلشت عندي الكريمة تسخن رح اضيف عليهم معلقتين النشا المدوبين بالحليب او بالمي البارد ورح استمر بالتحريك لحطة تصير عندي اشطط هون عندي الاشطط هلا صارت جاهزة رح اسكبها على الجبنة متل ما انتم مشايفين رح اخلط هاي المقادير لحتى تتغلف قطع الجبنة هاي كلها بكمية الاشطط اللي انا عملتها طبعا بهاي الاتناء انا مجهزة الفرن على درجة حرارة كتير هادية انا حطيته على درجة حرارة 250 بس لحتى دخل الجبنة عليهم خمس دقائق بخلطهم وتأكدوا انكم بتحطوهم بصنية غير لاصقة يعني مو صنية ستال ستيل او الامينيوم انا حطيتهم بصنية ما بتلزق ورح احطهم بالرف الوسطاني من الفرن على درجة حرارة هادية ما بدي الجبنة تنحرق ولا بدي الجبنة تصير فيها شي مجرد ما تتماسك تسيح مع بعض وكمان تصير معاي نعمة بهاي الاتناء انا رح اجهز عجينة الكنافة عندي هون عجينة الكنافة الخشنة ممكن تعملوها بمحضرة الطعام تقطعوها بالسكين تقصوها بالمقاص حسب رغبتكم هم تاخدوا هاي النتيجة طبعا رح اتركو لكم عجينة الكنافة تعملوها بالبيت اسفل الفيديو بصندوق الوصف هون انا مسيحة او مدوبة سمنة يفضل يكون سمنة مش زبدة تقريبا نص كوب رح اغلفها بكمية عجينة الكنافة لحتى تتغلف كلها بالسمنة طبعا باطراف الاصابع ورح نضيف السمنة تدريجيا مستمر بفرقهم باطراف الاصابع حتى اتاكد انه كل العجينة اخدت نفس الكمية السمنة هلا بعد خمس دقايه طلعت الجبنة بلشت معاي تسيح متل ما انتو شايفين رح احركهم لحتى تصير عندي ناعمة وكمان ملسة انا بهاي الاتناء رح ارجعهم على الفرن دقيقتين بالضبط ممكن كمان دقيقة ونص بهاي الاتناء انا هون دهنت الصنير رح اعمل فيها الكنافة دهنتها بكمية منيحة من السمنة ورح افرش طبقه من عجينة الكنافة متل ما انتو نلاحظين بالفيديو صارت عندي الطبقه الاولى جاهزة بتأكد انه ارصها بشكل كتير كويس حتى وقت نقلبها تكون طالعة كلها بنفس ارص هلأ هون الجبنة صارت عندي جاهزة شوفوا ما شاء الله كمية الجبنة رائعة جدا بتسيح وكمان بتجنن وبتمط كتير طعمها طيب وكتير طرية وبتشهي رح اخذ هلأ كمية الجبنة هاي اللي عملتها ورح احطهم فوق طبقه العجينة الكنافة طبعا كل ما كانت باردي رح تسهلي عملية الفرد فخلي خطواتك متابعة ورا بعض لحتى تكون عملية الشغل اللي كنافة فيها اسهل بفردهم بشكل كامل وبحاول ابعدهم عن اطراف الصنية حتى ما تنحرق معاي وصير طعمها مطيب برجع هلأ بضيف طبقه تانية من عجينة الكنافة متل ما انتم لاحظين بوزعها على كامل الصنية صارت عندي طبقه جاهزه بارصهم بشكل كتير كويس متل ما انتم لاحظين بيكف اليد لحتى ياخدوا الشكل الصنية بشكل كامل يفضل ان الصنية يكون ارتفاعها قليل لكن انا بهذا حجم الصنية ما عندي صنية ارتفاعها قليل لهيك استخدمت هاي الصنية وان شاء الله بتطلع معانا حلوبة بدخلها الفرن على 350 بالرف الوسطاني اخدت تقريبا 35 دقيقة مجرد ما تشوفوا انه اذا حركتيها صارت قرس كامل بتتحرك بسهولة بتكون معاي جهزة قلبتها وما شاء الله شوف اللون قديش لونه خرافي بدون استخدام اي نوع من الصبغات هلأ بشربها بالقطر القطر لازم يكون قطر دافي مش قطر بارد حتى الجبنة ما تضلها صايحة معاي وبتمط وبزينها بالفستق الحلبي او بالمكسرات حسب الرغبة راح اترك لكم كمان كمية القطر اسفل الفيديو ما شاء الله ريحتها جدا لذيذة وكمان اللونها كتير جميل وهلأ راح نشوف بس نقطعها كيف الجبنة صايحة معانا وبتشوفي هيك صارت معاي جاهزة عن جد كتير راح تحبو هاي الوصفة بتمنى تجربوها وتكتبو لي تحت بالكومنت لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة